بسم الله الرحمن الرحيم معاوية ابن أبي سفيان اسم أمه هند بنت عتبة وكانت قبل ولادته متزوجة برجل اسمه الفاكه ابن مغيرة المخزومي وهذا الرجل كان عنده بيت للضيافة مفتوح للناس يدخله الناس بلا إذن فدخل رجل ذات مر البيت فوجد فيه امرأة نائمة طبعا هي النائمة كانت هند فخاف هذا الرجل وخرج مسرعا فرآه الفاكه وهو راجع إلى بيته فدخل على هند وأيقظها وقال من هذا الخارج من عندك قالت والله من تبهت حتى أن بهتني وما رأيت أحدا قط فقال الحقي بأبيك إذن ثم خاض الناس في أمرها فقال لها أبوها أي بني إنه العار فاصدقيني القول فإن كان الرجل صادقا دسست عليه من يقتله فينقطع عنك العار وإن كان كاذبا حاكمته إلى بعض كهان اليمن طبعا أخوة الكرام هذا الحل إذا تمعنتم فيه فهو يدل على خساسة وسبحان الله يعني كل إناء بما فيه ينضح عندما جاء الرسول محمد عليه الصلاة والسلام برسالة الإسلام كان هذا الرجل عتبة أبن ربيعة من أشد أعداء رسول الله وكان من صناديد قريش الذين دعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فقتل مع صناديد قريش في معركة بدر والعياذ بالله فقالت هند والله يا أبتي إنه لكاذب فخرج عتبة إلى الفاكه وقال له إنك رميت ابنتي بشيء عظيم فإما أن تبين ما قلت وإلا فحاكمني إلى بعض كهان اليمن فقال الفاكه ذلك لك فخرج الفاكه في رجال ونسوة من بني مخزوم وخرج عتبة في رجال ونسوة من بني عبد مناف فلما وصلوا إلى بلاد الكاهن تغير وجه هند فقال لها أبوها أيبنية ألا كان هذا قبل أن يشتهر في الناس خروجنا قالت يا أبتي والله ما ذلك لمكروه ولكنكم تأتون بشرا يخطئ ويصيب ولعله أن يسمن بسمة تبقى على ألسنة العرب فقال لها أبوها صدقتي ولكني سأختبره فعمد إلى حبة بر فأدخلها في إحليل فرسه ثم أوكى عليها وسار فلما نزلوا عند الكاهن أكرمهم ونحر لهم فقال له عتبة إنا أتيناك في أمر قد خبأنا لك خبيئة فما هي؟ فقال الكاهن ثمرة في كامرة فقال عتبة أريد أبينا من هذا فقال حبة بر في إحليل مهر قال صدقت فانظر في أمر هؤلاء النسوة فجعل الكاهن يمسح رأس كل واحدة منهن ويقول قومي لشأنك حتى إذا بلغ هندا مسح على رأسها وقال قومي غير رقحاء ولا زانية وتلدين ملكا اسمه معاوية طبعا الرقحاء هي المرأة التي تعتاش من عملها وربما هنا يقصد الكاهن بأنها ليست مومس أي لا تعتاش من الزنا فوصدها بأنها ليست رقحاء ولا زانية وأنها ستلد ملكا وأسم هذا الملك معاوية ومن هنا جاء اسم معاوية ابن أبي سفيان وطبعا هي سمت ابنه معاوية تيمنا في هذه النبوءة فلما خرجت أخذ الفاكه بيدها فنترت يده من يدها وقالت والله لا أحرصن أن يكون ذلك الولد من غيرك وعندما عادوا إلى مكة قالت لأبيها يا أبتي إنك زوجتني هذا الرجل ولم تآمرني في نفسي فحصل لي معه ما حصل وإني الآن قد ملكت أمري فلا تزوجني رجلا حتى تعرضه علي قال لك ذلك ثم خطبها سهيل ابن عمر وأبو سفيان الذي اسمه صخر ابن حرب ابن أمية في نفس الوقت فدخل عليها أبوها عتبة وهو يقول أتاك سهيل وابن حرب وفيه ما رضا لك يا هند الهنود ومقنع وما منهما إلا يعاش بفضله وما منهما إلا يضر وينفع وما منهما إلا كريم مرزأ وما منهما إلا أغر سميدع طبعا الأغر أخوتي الكرام هو الواضح الإنسان العلم يعني ويقصد في هذا الكلام بأنهم أعلام وليسوا بنكرات والسميدع هو السيد الشجاع المرزأ هي كلمة مرادفة للكريم معناها أيضا كريم الأصد فدونك فاختاري فأنت بصيرة ولا تخدعي إن المخادع يخدع فقالت يا أبتي والله ما أصنع بهذا شيئا لاحظوا كم كانت هند صاحبة عقل راجح والله يا ما أصنع بهذا شيئا ولكن فسر لي أمرهما وبين لي خصالهما حتى أختار لنفسي أشدهما موافقة لي طبعا كانت هي تحرص على الرجل الذي سيتزوجها كي تنجم منه الملك الذي قال عنه الكاهن اليمني فقال إنه قد خطبك رجلان من قومك ولست مسميا لك واحدا منهما حتى أصفه لك أما الأول ففي الشرف الصميم والحسب الكريم تخالين به هوجا من غفلته وذلك إسحاج من شيمته حسن الصحبة إن تابعته تبعك وإن ملت كان معك تقضين عليه في ماله وتكتفين برأيك عن مشورته وأما الآخر ففي الحسب الحسيب والرأي الأريب بدر أرومته وعز عشيرته يؤدب أهله ولا يؤدبونه وإن اتبعوه أسهل بهم وإن جانبوه توعر عليهم شديد الغيرة سريع الطيرة إن حاجة فغير منزور وإن نوزع فغير مقهور قد بينت لك كليهما فقالت أما الأول لحظ الآن هي ستحلل شخصية هذان الرجلان أما الأول فسيد مضياع لكريمته موات لها فيما عسى أن تلين بعد إبائها أي أنه يعني شخص يتبع كلام المرأة وهذا لا يناسبني فإن جاءته بولد أحمقت وإن أنجبت فعن خطأ ما أنجبت اطوي ذكر هذا عني ولا تسمه لي وأما الآخر فبعل الحر الكريمة وإني لأخلاق هذا لوامقة وإني له لموافقة وإن السليل بيني وبينه لحري أن يكون الدافع عن حريم عشيرته الذائد عن كتيبتها المحامي عن حقيقتها المثبت لأرومتها يعني ما شاء الله كانت هند صاحبة عقل الراجح فقال عتبة ذلك أبو سفيان بن حرب فقالت فزوجه ولا تلقي إلقاء السلس ولا تسمه سوم الضرس يعني زوجه ولا تندل عليه اندلاعا ولا تكون قاسيا عليه بالشروط فتزوجته وأنجبت له معاوية وكانت هند عندما تشاهده يلعب مع عقرانه وهو طفل تنهره وتقول له ما أنجبتك لهذا وكان معاوية ابن أبي سفيان يقول لازلت أطمع في الخلافة منذ أن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاوية إذا ملكت فأحسن سبحان الله إخوة الكرام هذا من علم الغيب الذي آته الله لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يعلم بأنه سيأتي يوم على معاوية ويصبح ملكا وليس خليفة أي أنه سيأخذ الخلافة ثم يورثها إلى أولاده ومعاوية كان نبيها وذكيا وداهية من دهات العرب عندما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام تيقن بأنه سيأتي عليه يوم ويصبح خليفة فقال لازلت أطمع في الخلافة منذ أن قال لي رسول الله يا معاوية إذا ملكت فأحسن ومن طرائف للحديث أخوة الكرام بأن سهيل ابن عمر عندما تزوج امرأة أنجبت له ولدا وكان هذا الولد أحمق فرأى يوما رجلا يركب ناقه ويقود شاتا فقال لوالده لسهيل عنه يا أبتي هذه بنت هذه فقال سهيل رحم الله هند بنت عتبة لقد كانت ذات رأي وفراسة وهذه يا أخوة الكرام قصة اسم معاوية ابن أبي سفيان أرجو من الله تعالى أن يكون ما قدمته نافعا وممتعا ومفيدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة